عايش الشباب عايش الشباب عايش الشباب الأستاذ محمد سامح طمان المشرف الثقافي على متحف الشمع هيعرفنا المنهج الجديد اللي قدر يبتكره مع أطفالنا الصغار في ورشته التعليمية الجديدة أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا دكتور مرور بنامج عاوزين نعرف حكاية جداة مشوارة في الفن وإبداعها البداية كانت نخرج من كلية التربية الفنية ويعني حصلت على كذا منحى بره سفرت دي كانت بداية الشغل في الجزء اللي هي علاقة بالجزء اللي أنا بشتغل فيه حاليا في النشاط الثقافي اللي مرتبط بورش الروبو أرض لكن يعني على مدار من سنة ما تخرجت لغاية النهار ده وأنا بمارس للفن بشكل عادي جدا يعني لكن اللي زاد عليه إن كان فيه يعني الفترة اللي أنا درست فيها ورار كانت المشكلة اللي بالنسبة لي هو إزاي إن هما بيصنعوا الفنان بيهتموا بيه حاسة نمعتك حافظ مش بالزبط كده لكن على قد إنك إنت يعني هما إزاي بيصنعوا لأقول للناس اللي بتشغل بيها إزاي بيصنعوا الفكرة يعني بعيدهم عن فكرة إنك إنت دائما بتقلد بتفتح الكتاب عشان تقلد تشوف حاجة ويعني دي كانت فكرة مبادئة جدا عندهم فكرة مختلفة في اكتشاف العقول فما كانش لسه أول سورس عندنا في مصر ما كانش بالقوة دي فلما رجعت هنا بدأت بقى أن أنا بعمل ورش في صناعة التفكير الإبداعي وكانت بالأول بالأساس كانت مخصصة للناس اللي في قولية الفنون وبعد كده بدأ الموضوع يتطور إن بدأت أدخل فيها الأطفال لأنهما دول الأساس عاوزين نعرف من حضرتك إن أنت لما وصلت فرنسا بدأ تفكيرك يتغير إزاي دخلت فكرة تدريس إن أنا لا هيجي هنا مصر وابدأ تدريس أو هابدأ تدريب والحية أنا كنت في منحة كالتابعة لليونسكو وبعد ما خلصت فأنا روحت لإدارة الكلية فأقول لهم يعني عاكس أشكركم يعني على الفاطر لأنا أعطاها وممكن أرد الجميل إزاي فقالوا لي مش مطلوب منك غير إنك إنت لما ترجع تعلم الناس زي ما أنت ما تعلمت تمام فمن هنا كانت البداية يعني يعني بداية تحويل الفكرة بقى أن أنا لازم أودي كل اللي أنا خدته دوت للي عندي إنك في مصرقة تمام من هنا بقى بدأت أن أنا يعني لا يعني فكرة أنك إنت مش فكرة بس رد جميل لكن فكرة أنك إنت دورك في المجتمع بيبقى أكبر منك إنت مجرد بس أنك إنت بتتعلم لكن كمان إنت بتوصل المعلومة بشكل مختلف للناس اللي بعدين كده تمام طب كلمنا عن فكرة تدريس والتفكير الإبداعي لكبر الصغار التفكير الإبداعي هي بالأساس جزء من حاجة اسمها الصناعات الإبداعية تمام والصناعات الإبداعية في الوقت الحالي اللي إحنا فيه بالذات كمان الناس بتبيع الفكرة فأنت في أي حتة في العالم دورك أنت اللي ما بتشتري أنت بتشتري فكرة ودي أصعب حاجة موجودة عندنا في المنطقة العربية بالذات يعني لأنك إنت إحنا للأسف إحنا مجتمعات استهلاكية جداً لكنها غير منتجة برغم أن إحنا قبل كده كنا مجتمع إنتاجي ولكن تحولنا في الحقبة الزمنية الأخيرة لمجتمعات استهلاكية فأنت تحولت أنك إنت بقيت شخص مستهلك لكن مش منتج فمش منتج صناعي ده أنت كان مش منتج فكري فأنت لما يكون عندك أطفال دلوقتي يعني ودي واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس في التربية فكل أباء والمهاد في البيوت هتلاقي أن الطفل قاعد ماسك الموبايل أو التابلت وقاعد بيلعب طول الوقت مستهلك فكانت الفكرة طيب آه أن أنا إزاي أخليه أن الطفل نفسه يبقى هو شخص منتج فإيه اللي بيشد الطفل أنه هو دايما الطفل بفكرة التفاعل التفاعل دي جزء من الحاجات اللي في الفن التفاعل من أنك إنت بتعمل حاجة بيقاب فيها لها رد فعلي فده بيتوفر في الجيمز الألعاب اللي يلاعبوها بيعمل حاجة فبيحسر رد فعلي فلما تيكي تعمل تخلي الطفل أنه هو يقدر ينتج التكنولوجيا دي ويقدر أنه هو يرجع يعني بيصنحها ويرجع يبقى لها مردود تمام فبيبتدي أنه هو يتشد في المنطقة دي يتشد أن أنا أنتج بقى أن أنا أكتشف بالضبط كده أنا أكتشف حق نيجي بقى أنه هو منتج تمام طب عاوزين نعرف أهمية التعليم الموازي عايزين نعرف أستوضحه للمشاهدين بحيث أن المشاهدين عارفين أي هو والفكرة ممكن برضه قبل معلش المقاطعة يعني قبل ما نعرف التعليم الموازي نعرف الفرق ما بين الروبو والورشة بتاعت حضرتك اللي هو الروبو أرض عايزين نعرف الفرق ما بين الورشة بتاعت الروبو أرض وأي ورشة تانية للروبو العادي تمام الروبوت هو علم موجود يعني من حوالي 300 سنة قبل الميلاد كمان يعني كان العلم نفسه بدأ هو فكرة ببساطة أنك أنت بزي بتحول الآلة أنك أنت بتستخدمها في استخدامات تخدم الإنسان تمام موظفه ده يتطور لغاية الوقتنا الحالي أن التكنولوجيا الرقمية اللي هي علاقة بالكمبيوتر بدأت تتدخل في صناعة الروبوت بحيث أنك أنت تستعمل الروبوت ده في تقول لي حاجة في حياتك آه عندك مشكلة في البحر فبتبعت له روبوت مش تبعت بني آدم عندك حراية هتبعت لها روبوت أي حاجة ما ينفعش الإنسان يتدخل فيها بنبعت لها الجهاز بالضبط فالقائم على ده علم هندسة الروبوتات وده عبارة عن خليط ما بين ميكانيكا الحركة الإلكترونيات العلم الكهرباء برومنيات خوارزميات مجموعة كبيرة من العلوم مع بعض المجمع فبينتج علم الروبوت هنا في مصر بيتم تدريس نوع العلوم ده تحت مسمى الروبوت أو الروبوتكس وده علم موجود ومختص قوي بالهندسية أكثر أما الروبو أرت فالدنيا مختلفة فيه كتير لأن الروبو أرت هو ما بعد الروبوت ودخل فيه كلمة قرط يعني فن هو بالضبط هو خليط أو ميكس ما بين الروبوت وما بين الفن وده بيجاوب على سؤال هل إن الماكينة قادرة على إنها تنتج فن أو تفدع ولا أنا بعمل ماكينة بالضبط ولا أنا بعمل ماكينة عشان تساعدني في إنتاج الفن الاتنين وردين يعني الاتنين مقبولين بس يا في الآخر بالضبط أكنك لما كان التكنولوجيا الكلاسيكية الأديمة أنك أنت بتستخدم الألم أو الألوان يعني كان عشان تعمل تعبير إنساني بعد ذلك كانت تكنولوجيا في وقتها التكنولوجيا الروحتي اختلفة التكنولوجيا الокойت رقمية ليعلاقها بالكمبيوتر ليعلاقها بالجل الجديد من الفورات التكنولوجية فددخل فيها الأرض فالأرض هنا بقى خليط ما بين يعني النوع الجديد من الفن بقى التكنولوجيا الرقمية هي الوسيط اللي الناس بيستخدموها علشان خاطر ينتجوا به شكل من الفن المختلف الناس مش بتعودة عليه هنا نقدر نقول إن دي أول ورشة من فن الروبو أرض موجودة هنا في مصر أو في الوطن العربي نحن نأسس بالتأسيس فيها الجيل الأول يعني سمعت من حضرتك قبل الهوى أن نحن نأسس إن شاء الله الجيل الأول في مصر من أطفال مخترعين الروبو أرض هو الورش اللي نعملها دلوقتي هي تبع الوزارة الصقافة قطاع الفن التشكيلية وهو بالفعل هو ده يعني الأولاد اللي هم نضرب من دلوقتي هم يعتبروا الجيل الأول من الفنانين اللي هيتطلعوا في المنطقة دي لأنه ما عندناش للأسف يعني آه ما عندناش التواقب ده هو مش جديد في العالم يعني هو موجود من زمان ولكن عندنا إحنا في القطن العربي بالنسبالنا فعلا فكرة حديثة وده بسبب مشكلة إليها علاقة بالكوادر توفير الكوادر اللي ممكن تعمل ده والمشكلة الثانية اللي لها علاقة بأن العلوم المتورثة في مجال الفنون بالذات هي المترجمات وقفت لغاية منطقة معينة محدش تشتغل في المنطقة اللي ما بعد كده أو الأبطوديت اللي بيحصل دلوقتي فبقى فيه فجوة كبيرة ما بين اللي بيحصل بره وما بين اللي بيحصل هنا فاحنا لسه شغالين لغاية دلوقتي حتى في كليات الفنون احنا نقدر نواكب شوية العالم يعني بس لغاية دلوقتي في المشكلة بإذن الله نقدر بإذن الله نتمنى ده إن شاء الله عايزين نعرف إيه دور وزارة الثقافة في إمكانيات العمل يعني ظهرت بدعات الطفل وإمكانيات العمل في وقت ده هي طبعاً بتشغل في تخصص كتير مش أنا اللي هقدر أتكلم عن الوزارة يعني ده مش تخصصي لكن أنا بتكلم في المنطقة اللي أنا فيها قال لي احنا نشغل تحت إقتار رسمي للدولة تبع هيئة وزارة الثقافة بزرط بزرط لا يا مشكلة دي فعلاً مشكلة كبيرة لأن زي ما قلت حكية فيه مشكلة كوادر مين اللي هيدرس ده فهو لازم يكون حدي يشتغل في المنطقة بتاعة الفنون والهندسة بما أنه كنت فنان فبدأت أدرس في الحاجات اللي علاقة بالهندسيات في المنطقة دي لكن انت عشان تقدر توفر ده على مجال أوسع هي الصعوبة هنا في كده شوية أنك انت تقدر توفر كوادر ان هما يدرسوا ده غير الإمكانيات نفسها فهو يعني ده يفترض احنا بنوصل صوتنا المسؤولين بأن إن شاء الله نهتم بطفل القرية بإزاي طفل القرية المبدأ لأنك انت عندك ناس فعلاً ناس هيلة جداً جداً على مستوى المحافظات أو القرى فكل المحافظات وفقاءة ولكن عشان هناك في القاهرة كمان بيتبقى الورش دي موجودة متواجدة ولكن طفل القرية بيبقى مظلوم شوية في حتة أنه هو برضو مش حوالي عايز يزر إبداعات بسي مش عالك يوصل للمكان هو يزر في إبداعاته طيب عايزين نعرف من حضرتك برضو نهاية الورشة دي إيه يعني نهاية إن إحنا عناوصل خلاص شرحنا المنهج لأطفالنا وبدأوا فعلاً يبتكروا ويخترعوا النهاية بتاعتها فين لا يعني الموضوع مش وصل قوي للاختراض لأن الاختراض معناها إنك بتعمل حاجة يعني الناس مجادش عارفها بكده لكن مش ده اللي احنا بنعمله لكن إحنا اللي بعمله إن أنا ببنئ للتكنولوجي الجهدهية بشكل معرب في يعني باللغة العربية بالمصطلحات الفنية اللي ممكن يفهمون من غير مقاطعة حضرتك إحنا معنا مدخلة من حد تمام طيب الرقم لسه هيتواصل معنا في الإعداد تاني عايزين نعرف برضو فكرة إن إحنا هنوصل بأطفالنا لفين بقى في صناعة الروبوت كده هو الأساس الآن نحن نعمل الجيل الأولاني من الفنانين الصغيرين اللي يفترضوا إنه في خلال من خمسة لسبع سنين إن شاء الله يكونوا متواجدين على الساحة بإذن الله فالمنتج النهائي هو في النهاية شكل من أشكال التكنولوجيا المعاصرة اللي هي علاقة بالروبوت المنتج قد يكون قابل إنه يكون فني كأنه عمل فني بالزبط يقدر يسمع في العالم كله أو النحة التانية هو ممكن يكون وظيفة أو صناعي لمرضود مادي أو اقتصادي ودي من مميزات الشور في المنطقة طبعاً والاقتصاد بتاعنا فعلاً هو أهم حاجة نوصلها بأكفالنا بإذن الله هو كده وكده غصباً عن كله رايح في المنطقة بتاعت الزكاة الاصطناعية إن شاء الله طبعاً وزي ما وعدناكم زي من قبار لهم إبداعيات الصغيرين لهم إبداعيات كمان عشان تقدر تنمي ولادك لازم تكتشف مهاراتهم وتكتشف إبداعاتهم ولازم تدعمهم عشان نقدر يظهر لك الإبداعيات اللي يوفرها لك وبالتالي ده شباب للغد نشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله بشكر الدكتور محمد تسامح طمان المشرف في الثقافي على مدحف الشمع وبشكر أيمن زميلي معايا في الاستوديو وشكراً مشاهدين على الفقرة وعلى متابعتكم لينا وإن شاء الله حلقة جديدة بإذن الله من عاش الشباب